اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بتشوف الواحد عم بيمتح شخص بيحضوره فبتقول هيدا ملاك نازل من السماء وبس يدير ظهره بيبلش حكي طالع نازل علم النفس بيقول انه المنافق عنده شخصيتين بيتصارعوا جواته الشخصية الاولى بيعبر فيها عن حاله بالمظاهر الخارجية والشخصية الثانية بيعبر فيها عن اعماقه الداخلية يلي ما حدا بيشوفه وهيضا الصراع النفسي منشأه انه المنافق هو شخص ما نسادق مع حاله ولا مع الناس فهو بيكذب على الناس ليخضعهم ويخفي حقيقته يلي هو ما عم بيتقبلها بعلاقاتنا الاجتماعية منتبع اسلوب المسايرة او المجاملة من باب حفظ الود ومن باب تعزيز الايجابية للشخص المقابل طيب السؤال هون يا فرح هل تعتبر المجاملات ضرورة اجتماعية وقامت فعليا بتتحول المجاملات لنفاق اجتماعي في فرق بين اللطافة بالكلامة وانك تحكي كلمة طيبة هذا اسمه مجاملة وهي ضرورة اجتماعية يعني واتل بيكون كلامي لطيف وبشجع الشخص اللي قدامي وبجبر بخاطره هذا اسمه مجاملة بس اني اضمر شي وبين شي تاني هذا اسمه نفاق خلينا نحكي مثال صغير ممكن رفيقة تسألك عن ساعتها الجديدة اللي اشتريتها من الجديد وتقلك شو رأيك وانتي ما بتحبي هالنوع من الساعات بس بتقليله واو شو حلوة هون هذا اسمه نفاق فينك بكل بساطة الليلة انا ما بحب هالنوع من الساعات وهي الساعة مو عاجبتك فخلص شو بدك برأيي ولا برأيي غيري الف مبروك تلبسية بالهنة هون انتي عمت جاملي ما عمت نافقي لانك عطاتي المعلومة الصح وما كذبتي وحكاتي بطريقة لطيفة ومهزبة القصة انه في شعر صغير كتير بين النفاق والمجاملة وضروري اني ننميز بين عطن والنفاق وصل كمان لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام بنشوف صبيه بنزل صورته وبتكون التانية بتكره الارض يلي ماشي عليها وقعد عاملة زوم للصورة وبتحكي عن البوز اللي اخدته وعلى تيابه وعلى انفه وعلى شفايفه وعاملة استيديو تحليلي بالبيت مع جيرانه ورفقاته يلي عم بيشوفوا الصورة معه ونازلين شلي وهي دي اذا ما بعتت الصورة سكرينشوت لرفقاته يلي راحت قعدة الشلي عليهم وبتنتشر هي الصورة بهالجروبات وبالاخر بتبعت لها كومنت يا حياتي بتجنني لك ان شاء الله ما يبلل حلو لك جماله جماله أنا طبعا هاي وحدة ما بس منافقة هاي وحدة بألف وش المجاملة مطلوبة والكلمة الطيبة بتجبر الخاطر وشي اساسي منحتاجه بيومنا لحتى نعيد التوازن لحالنا وللاخرين ممكن بكلمة منك لشخص فاقد الامل بحاله ترجع له ثقته بحاله لانه هون ما نيتك انك تنافق عليه وانما لا تقويه وتشجعه وتحفزه وبالنهاية انا بشعر هيدا الموضوع بيرجع للنية ببداية الحلقة سمعنا الحوار يلي دار بين فرح وكارولين وشفنا كيف كارولين كانت تعبانا نفسيتا وعتلانا هم الروحة يلي كلها مجاملات وحكي بلا طعمة ومن بعدها قررت انه لازم ما تروح وهيدا الصح ليش؟ لانه واحدة من اخطر الانواع الفكرية يلي بتخسرك طاقتك هو الحاجة لانك ترضي الناس على حسابك وعلى حساب نفسيتك في مواقف معينة وباللا شعور اجباري عنك بدك تحاول ترضي الناس ولو انت بتنهي هيدا النمط من حياتك رح تعيش بحرية كتير كبيرة بحرية ما بتتخيل انها موجودة اصلا كيف فينا ننهي موضوع ارضاء الناس؟ اول شي لازم تعملوا انك تقول لأ بالمكان يلي لازم تقول فيه لأ وما تغجل ابدا وتقول ايه بالمكان يلي لازم تقول فيه ايه ولفتسرق القصة كيف بتصير؟ لما انت بتحاول ترضي شخص معين على حساب نفسك بتكون انت عم بتساوم على احتياج عاطفي من هيدا الشخص يلي عم بتحاول ترضيه مقابل انك تبيع قيم حقيقية عندك وهيك بتكون عم بتخون حالك ومعتقداتك ومبادئك رح اعطيك مثال كتير بسيط حكتني رفيقتي وقالتلي فيك تلاقي لي بالطريق لنروح سوا بس انا ما بدي بقوم باللا شعور بقل لي ايه اوكي اكيد فبهي اللحظة بيدور حوار بيني وبين حالي بيجي عقلي بيقلي بس انا ما بدي يا الله فجواتي هون بيجي وبيجاوبوا بيقلوا خلاص انا قلت لا اوكي يعني رح نروح هون باللا شعور عم برمش حالي انه رغباتي الاصلية ما الى اي قيمة وبيصير عقلي الباطن يوقف رغباتي اللي انا بدي اياها ومرة عن مرة لوصل لمرحلة بطل عارفة انا شو بدي وهون ببعد عن حالي وبيصير اذا ما لبيت رغبته لفلان ما برتاح لاني صرت شخص تابع وبحب نوه على شغلة مهمة سعادتك بتجي وقت بتترك الاشياء اكتر من انك تحصل عليها او وقت بتترك الاشخاص اكتر من انه تبقى معهم وانه الثروة الحقيقية هي صحتك وسمعتك وراحت بالك والقوة الحقيقية هي انك تتحكم بحالك ما بالاخرين اتعلم اقول لا بالوقت المناسب ولا تجامل حدا على حساب نفسك وقناعتك بشوفكم الاسبوع الجاية بحلقة جديدة من برنامجنا بتجارت باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة